بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ويوم جديد وحلقة جديدة من الأشبال بارح كان يوم غير سعيد على الأهلوية بارح آه وإحنا بندور على اللقب الحداشر وعايزين نسطر تاريخ جديد للنادي الأهلي ورد النادي الأهلي سطر تاريخ كبير في السنوات السابقة لكن دايماً النادي الأهلي بيبحث عن المجد بارح بعد خسارتنا من الوداد 2-0 في ملعب مراكب محمد الخامس كانت ليلة غير سعيدة على كل الأهلوية لكن ده دايماً قدر الأبطال قدر الأبطال اللي دايماً بيبحثوا عن البطولات لما بتخسر بطولة حتى لو كانت بفعل فعل دايماً بتلاقي الجهاز الفني بتلاقي اللعيبة بتلاقي الجماهير الناس كلها عندها حزن أن النادي الأهلي دايماً في الأصل عنده المكسب حتى لو كانت الظروف كلها ضدك لكن البطل هو اللي يقوم بسرعة البطل هو اللي دايماً يدي رسالة بعد كده شفنا قبل كده في 2017 وإحنا بنخسر النهاء لأفريقيا إمام التراجي قدر النادي الأهلي ووقتها ما كانش عندنا فرقة ما كانش عندنا ووقتها قوام فرقة وكنا بنستكمل المسم علشان هي دي كانت اللاعبة المقيدة في أفريقيا في 2017 قدر النادي الأهلي سريعاً يرجع مرة تانية ويبني فريق وفريق يحتكر البطولات الأفريقية مرة تانية في أفريقيا رغم الفساد الموجود وهفضل أقول رغم الفساد الموجود الفساد الموجود مش موجود من دلوقتي ده موجود من قديم الأزل في قارة أفريقيا ومنذ تأسيس الاتحاد الأفريقي البطل ده رسالة لعب النادي الأهلي لازم يقوم بسرعة الفترة اللي جاية عندنا لسه بطول الدوري بطول الدوري وعندنا اتنين كاس مصر فالنهار ده لازم يكون دوافع اللعيبة كبيرة لازم الطموحات والتحديات خلال الفترة الجاية إزاي أسعد جمهوري خلال الفترة اللي جاية فعلشان كده بقول البطل بيرجع بسرعة ممكن ناخد وقت في الرجوع ففي الوقت ده بنخسر مباريات بنخسر نقط بنخسر مشات ده مش يكون مقبول المقبول إن أنا أرجع واركز علشان أحط سيطرتي تنرة تانية على الدور المصري البطولة المحببة إلى كل جماهير النادي الأهلي